أحسن الله لكم هذا سيقول لقد دأب أهل البدعي بتشويه صورة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا لألقاب تنفيرية كالمجسمة والحشوية والمشبهة واليوم يلقبونهم بالوهابية والجامية فما هو موقف طالب العلم من هذه الألقاب وإضاح حقيقتها لدى الناس أولا عليها أن يبين ربما أن بعضهم مخدوع ولا يدري يسمع هذه الأشياء ولا يدري عن الحقيقة فيبين أن هذه الأسماء وهذه الألقاب لا حقيقة لها وأنها كيد من الأعداء يبين لهم ما هي الوهابية أو ما هي الجامية كما يقولون يبين لهم أو يطلب منهم يقول لهم أنتم تعبون الوهابية بينوا لمذهب الوهابية الذي تنقمونه عليهم فلن يجدوا والحمد لله شيئا وسيندحرون بينوا لي الجامية ما هي وما مذهبها حتى يتجنبها لن يستطيعوا شيئا وإنما هي ألقاب وتشفيات فقط الواجب ترك هذه الأمور والحذر منها وعدم الدخول فيها ولا يضير أهل السنة والجماعة أن يقال فيهم حشوية مجسمة إلى آخره ما داموا على الحق فلن يضرهم ذلك نعم نعم